قال رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تفاقم شوح المياه وأكد مدبولي خلال انطلاق الجلسة الافتتاحية الأسبوع القاهرة للمياه في نسخة السابعة أن القاهرة الإفريقية تعتبر من أكثر المناطق المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية وتداعيتها السلبية على الاقتصاد المخاطر المتعلقة بالزواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويجعلها أكثر تواتراً وشدة فضلاً عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط وطول الأمطار ودورة المياه وتؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022 تبقى لتقارير الأمم المتحدة كما أظهرت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر